موسيقى الروح القدس لاهوته وطبيعته وأعماله بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين عمل الروح القدس في حياتنا عمل عجيب جدا وكنا تعرفنا عليه المرة اللي فاتت أنه بدأ عمله فينا بعد الميلاد الجزداني بدأ عمله الروحي فينا من خلال المعمودية والميرون المقدس فاتولدنا من الماء والروح وصرنا بعد ما كنا مجرد جزدانيين زينا زي ولاد العالم بقى احنا دلوقتي لينا طبيعة خاصة وطبيعة أخرى أن احنا مولودين من الروح وزي ما بتقول مرة اللي فاتت أنا وأنتو مش أناس طبيعيين ولكن احنا لينا حاجة جديدة أن فينا الطبيعة الجديدة بالروح القدس أن احنا تولدنا من الروح القدس الولادة من المعمودية لها بركاتها كتيرة طبعا مش وقت أن أنا أقدم حضرة عن المعمودية بركات المعمودية ولكن يكفي أن احنا نعرف أن بدون الميلاد من المعمودية بدون الولادة من الماء والروح في المعمودية ما نقدرش أن احنا ندخل ملكوت الله أو نعرف ملكوت الله زي ما ربنا يسوع المسيح قال إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله وقال إن المولود من الجسد الجسد هو والمولود من الروح هو روح بولادتنا من المعمودية صرنا أبناء لله فأخذنا التبني بقينا أبناء لله بالتبني من خلال المعمودية ولأننا صرنا أبناء سكن فينا الروح القدس ومن هنا نبدأ نشعر بنفسنا أننا يعني بصراحة أقدر أقول أننا كائنات روحية متجسدة أو جسدينية يعني نحن بالجسد ماشينا على الأرض ولكن حقيقة أمرنا أننا هياكل لله هياكل للروح القدس يعني كل واحد فيك وكل واحدة فيك هو هياكل للروح القدس وروح الله ساكن فيكم عش كده بقول إحنا صحيح بشر وصحيح أننا جسدينين ولكن في واقع الأمر أو في الجوهر إحنا كائن روحي منظور على الأرض ولكن حقيقة جوهرنا وكائنا من جوه هو أننا هياكل للروح القدس بيعمل إيه الروح القدس جوانا عمل الروح القدس جوه الإنسان لا ينتهي أبدا لا ينتهي أبدا طول ما إحنا عايشين الروح القدس شغال فينا هو الشغل فينا في المعمودية أنه هو مسك زي ما يكون الزوفة اللي اتنضحت بالدم الإلهي وغسل بها خطيانا واتغفرت خطيانا فغسلنا بدم المسيح واتغفرت خطيانا وفي التوبة أيضا في سر التوبة والاعتراف بيتكرر هذا الغسيل باستمرار أنه يغسلنا من الخطيئة معناها أنه يغطع الخطيئة دي يخفل لنا الخطيئة دي فأصبح فيه إمكانية أن الآب السماوي لا يرى خطيانا يخفل لنا خطيانا لكن المشكلة اللي بتواجه الإنسان في علاقته مع الله مش بس غفران الخطيئة كل ذرة في جسم الإنسان وكل شيء في كيان الإنسان محتاج تغيير محتاج تجديد لما دخلت الخطيئة جوها الإنسان مش بس صارت سبب غضب لله والله قال سمحت وخلصنا لا أما دخلت الخطيئة جوه الإنسان دمرت كل شيء في طبيعة الإنسان دمرت كل شيء في كيان الإنسان خلت دم الإنسان إذا صح التعبير بقى دم فاسد خلت مشاعر الإنسان مشاعر فاسدة خلت أحسيس الإنسان أحسيس فاسدة خلت فكر الإنسان فكر فاسد فكان مطلوب أن الروح القدس يشتغل من أجل دم المسيح أنه هو يقدس الطبيعة يقدس الطبيعة يعني إيه؟ يقدس الطبيعة كده ببساطة يعني صلاحها يعيد تجديدها يخصصها مرة تانية لله يخليها طبيعة جديدة وهنا بندخل في مرحلة التقديس والتجديد تقديس الطبيعة وتجديد الطبيعة وهذه المرحلة لا تنتهي يعني إحنا بنطلع من المعمودية وبرده بنخطي ليه؟ ما هلسه برضه الخطيئة وأثار الخطيئة مأثرة في الطبيعة لجوانا محتاجة عمل الروح القدس أنه يقدس فينا الله هو اللي بيقدسنا ويقدسنا بالروح القدس لما ابتديت أكلمكم عن عمل الروح القدس اديت عنوان للموضوع قلتلكوا عمل الروح القدس يساوي عمل الله فينا بالروح القدس إحنا مش بنتكلم عن شخص آخر غير الله اللي بيعمل فينا الله هو اللي بيقدسنا بس الفكرة إزاي بيقدسنا بيقدسنا بروح القدس بقوة روح القدس ففي يهوزة واحد واحد يهوزة بيكلم يقول إلى المدعوين المقدسين في الله الآب إلى المدعوين المقدسين في الله الآب يعني يهوزة لما يحب يكلمكو يقولك فلان المدعو المقدس في الله الآب أو يكلمك يقولك فلان المدعوة المقدسة في الله الآب يعني إيه أنا المقدس في الله الآب يعني ببساطة أنا وأنت هو الشخص أو أنا وأنت هو الإنسان الشخص اللي الله قدسنا ويقدسنا بالروح القدس بروح القدوس روح الله الآب ويجي معلمنا بطرس الرسول في بطرس واحد واحد يقول أيضا المختارين بمقتدع علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح يعني إيه يعني إحنا ربنا اخترنا اخترنا بعلمه السابق اخترنا عشان يقدسنا يقدسنا يخصصنا ليه عشان نقدر نعيش في الطاعة في طاعة وصياء إزاي برش دم يسوع المسيح أصبح إن رش الدم وعمل الروح القدس مش مجرد غفران للخطيئة مش مجرد إحنا سمحناك إنت تبتو سمحناك وخلصنا إنما الروح القدس بيعمل في الأعماق علشان يجدد الطبيعة ويقدس هذه الطبيعة تسالونيكي الأولى خمسة تلاتة وعشرين يقول إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عندما جاء ربنا يسوع المسيح إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام عملية التقديس عملية مستمرة اللي بيتكلموا عن الخلاص إن الخلاص تم أو الخلاص تم في لحظة ما هم مش فاهمين إن معنى الواسع لكلمة الخلاص كلمة الخلاص لو إحنا أصدنا بيها مجرد الغفران والفداء يبقى خلص وتم لكن في الواقع الخلاص مش مجرد الغفران والفداء الخلاص بيمتد لمراحل تانية بما فيها مرحلة التقديس عشان كده بيقول إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ويحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم بلا لوم عندما جاء ربنا يسوع المسيح يعني عملية التقديس عملية مستمرة في حياتي لغاية مجيء ربنا يسوع المسيح في تقديس مستمر من مجد إلى مجد تقديس 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 لأن طبيعة الله وقدوس القديسين وطبيعة الله وقدسة الله بلا حدود فالروح القديس غيورة على النفس عمال يقدس في النفس عشان يوصل النفس في النهاية تبع على شبه مجد المسيح عملية التقديس دي لما بتشتغل صح في الإنسان أو لو الإنسان يدي فرصة للروح القدس أن التقديس يتم في حياته ويبقى شغال مظبوط هتبص تلاقيه بيخلق في الإنسان طبيعة جديدة طبيعة جديدة حياة جديدة زي ما بيقول بولس الرسول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو زل كله قد صار جديدا بص تلاقي الروح القدس بيخلق فيك إنسان جديد أنت عملت تغير حتى لو مش حاسس ربما ظاهريا أنت بتعمل نفس الخطيئة ولكن حقيقة الأمر المرة اللي فاتت كنت بتعمل خطيئة وأنت منغمس فيها وبتترزز بيها أو أنت بتسعى إليها لكن دلوقت يمكن بتعمل الخطيئة ولكن فكرك مش مرتبط أو بالخطيئة فيه نوع من التقديس حصل لغاية ما ييجي عليك وقت تلاقيك نفسك ما انتش قابل الخطيئة وعيش تعيش الحياة الجديدة عملية مستمرة عملية مستمرة مش واقفة عند حد يقول كده بولس الرسول دفلنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد القاب هكذا نسلك نحن في جدة الحياة جدة الحياة هي الحياة الجديدة نبتدي نحس أنه إحنا لما نروح القدس بقى فعلا شغال فينا نبتدي نحس أنه إحنا عايشين حياة جديدة أحبائي إذا كنا إحنا شعرين إن إحنا زي ما إحنا بندخل الكنيسة وبنخرج بنصلي أو بنحضر قدسات وبنتناول واحنا زي ما إحنا مفيش تغيير في الأعماق مفيش تغيير في الأفكار مفيش تغيير في الإرادة مفيش تغيير في الفكر يبقى فيه حاجة غلط يبقى فيه حاجة غلط يبقى محتاج أن أنا أصرخ لله وأقول له روحك يا رب روحك خليه اشتغل فيه خليه قدسني بالتمام لأن الروح القدس لو كان شغال فيه فعلا الروح القدس هيغير يغير يغير عشان يعيش هذه الحياة الجديدة يقول العالمين أن إنساننا العطيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية المعمودية المفروضة أن الإنسان العطيق تصلب طب ليه أنا لسه شغال بالإنسان العطيق لأن فيه أثار موجودة فيه محتاج عمل الروح القدس أنه يقدس ويعطي قدرة على الحياة بالإنسان الجديد ويعطي فرصة للإنسان الجديد اللي جوايا أن يعيش وأنه ينمو داخلي وأن الروح القدس يبتدي هيما على الحياة ويبتدي يسيطر على حياتي لما روح الله يشتغل في الإنسان في تقديس الإنسان يعطي له قوة على رفض عمال الظلم لأنه أي خلطة للبر والإسم وأي شركة للنور مع الظلم وبقول لسى الرسول يقول اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم بإسم الرب وبروح إلهنا عملية تقديس شغالة عملية تقديس شغالة طيب إيه اللي يحصل لما الإنسان بيع لما الإنسان بيخطي برضو الروح القدس شغالة الروح القدس وراح عشان يتوبه فالروح القدس بيقدس ده من ناحية ومن ناحية تانية يقود الإنسان للتوبة من جهة خطياته ومن جهة ضعفاته احنا احيانا نفكر ان التوبة هي تدريب روحي او عمل بشري التوبة في أصلها هي حركة للروح القدس في أعماق الإنسان وفي كيان الإنسان يعجبني اللي جاه في أرمية أرمية واحد وتلاتين كان بيكلم عن إفرايم وإفرايم ده انتوا عارفين إفرايم كان الصبت اللي معروف عنه إنه مشي ورا الأوسان وعبد الأصنام وسب ربنا عشان كده ما بقى شلوه نصيب في سفر رؤية ولكن في أرمية بيكلم عن إفرايم في أرمية واحد وتلاتين بيقول سمعته سمعته إفرايم ينتحب عارف ينتحب دي يعني يعني يبكي بشدة بينتحب يقول إيه أدبتني فتأدبته بيقوله ربنا أدبتني فتأدبته إفرايم اللي بيعبد الأصنام جاه عليه وقت أنه يصرخ يقوله ربنا إنت أدبتني فتأدبته كعجل غير مروض يعني إيه عجل غير مروض يعني إفرايم ده كان هيج زي العجل غير المروض في الشرور بتاعته والخطايا بتاعته ده مثال للإنسان اللي عايش في الخطيئة ومش عارف يضبط نفسه عامل زي العجل الطائش فشوف إيه اللي غير إفرايم عشان يوصل للدرجة دي بيقوله أدبتني فتأدبته كعجل غير مروض توبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي أتاري إفرايم بيصرخ يقوله ربنا توبني يا رب فأتوب فاللي محتاج مننا التوبة يطلبها من الله يقوله رب توبني فأتوب أنا عايز عمل روحك القدوس علشان يعمل فيه عشان يقويني علشان يديني نعمة التوبة نعمة التوبة إحنا أحيانا يجينا لطفل الصغير ويقوله أنا باشتم يقوله تاب خد تدريب ما تشتمش أو خد تدريب ما تجذبش ويمكن نعملها مع الكبار ويمكن الكبار بيحاولوا أنا أخلي بالي أن أنا ما أعملش الخطيئة الفلانية وكل ما يقولها خلي بالي أعملش الخطيئة الفلانية يقع في نفس الخطيئة ليه؟ لأنه كل ما إحنا نفكر أن التوبة عمل جهاد بشري محت ما بتنفعش وبنسقط في نفس الخطيئة وبنسقط في نفس الخطيئة ونفس الضعفات ولكن لو كنا بنطلب التوبة من روح الله بنقوله توبني يا رب توبني يا رب في أتوب ربنا يسوع المسيح بيقول عن الروح القدس متى جاء زاكا يبكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة أما على خطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا تروني أيضا وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين ده عمل الروح القدس جوه الإنسان من جهة تبكيت أعماق الإنسان تعرف لو الروح القدس يشتغل فيها صح أو لو أنا أدي له فرصة إنه يشتغل فيها صح هبتدي يبكتني يبكت أعماقي من جوه يبتدي يبكتني وبيقول يبكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة وكلمة يبكت برضو في أصلها اليوناني مش مجرد يبكت هي يبكت ويقنع يقنع يقنع يعني يعني يكلمك من جوه فعلى خطيئة لأنهم لا يؤمنون بيه يقولك أنت إزاي بتعمل كده فأعماقك إزاي بتعمل كده أنت مش مؤمن بابن الله اللي جهه ومات عشانك واللي قدم ليك الزبيحة فيبكت العالم على خطيئة كلمة يبكتك على خطيئة هنا هو الروح القدس عمله إيجابي يروح ما قدم لك شخص المسيح وعمل المسيح وزبيحة المسيح وموت المسيح وقيامة المسيح وتبصت لايه نفسك كده قدام الجلجسة قدام شخص الرب اللي مات عشانك تبتدي أنت تتبكت على خطيئك ويبكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى بر لأن يذهب إلى أبي الروح القدس يتكلم في عماقك من جوة ويكلمك عن صعود المسيح وعن جلوسه عن أمين الآب وعن المجد اللي هو فيه وعن شركتك في هذا المجد تبتدي أنت برضو تتبكت على الخطيئة أما أمر التالت على دينونة يقول لك على دينونة لأن رئيس هذا العالم قدين يبتدي الروح القدس يقول لك يا حبيبي أوعي الشيطان يضحك عليك ده الشيطان قد دينا قبل كده بالصليب والشيطان مدين والشيطان ملهوش عليك سلطان الروح القدس يشغل زي أنا كنت بقى بالخطيئة دية وتنتحب يقول سمعا سمعته إفرايم ينتحب ليه إفرايم ينتحب ينتحب إفرايم لأنه سمع صوت تبكية الروح القدس جواه مثال لكل واحد لما روح الله يشغل جواه ويبكته على خطيئة في ذكرية 12 عشرة وأفيد على بيت داود وعلى سكان أرشاليم روح النعمة والتضرعات فينظرون إلى الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد الله ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره أقولها تاني دي لأنها جميلة جدا بس عميخة جدا بيقول أفيد على بيت داود خلينا ناخد بالنا كده إن إحنا اللي عادين أو إحنا اللي سمعين وإحنا بيت داود أنا وأنتم مع بعض بيت داود أو أقول أنا واحد من بيت داود عشان تبقى الرسالة شخصية فبيقول أفيد على بيت داود وعلى سكان أرشليم سكان أرشليم ممكن تمشي سكان الكنيسة اللي عادين في الكنيسة النهاردة أو اللي سمعين الرسالة دي أولاد ربنا أولاد ربنا ربنا بيقول هيفيد عليهم بروح عجيبة أوي الروح اللي هيفيد عليهم بها اسمها روح النعمة والتضرعات روح النعمة والتضرعات يعني هيسكب نعمة وهذه النعمة تؤدي إلى تضرع قلبي عميق ليه ألف ينظرون إلى الذي طعنوه وينحون عليه كنائح على وحيد الله ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكري طبعا الكلام ده عن مين مين هو الذي طعنوه الذي ينح عليه الآن الكلام هذا خالص الرب يسوع الصليب الرب يسوع الصليب الرب يسوع في خيانة البشرية ليه في ألام المرة اللي ده عشاني وعشانك يعني اللي يعمله الروح القدس أنه الروح القدس هيروح ينقلك أيقونة الصليب مش أيقونة الصليب كأيقونة هيروح ينقلك كل يوم الجلجسة وهيدخلك في أعماقك من جوه في أفقارك من جوه وكهانك من جوه وتحس إنك أنت المسيح المصطوفي داخلك وفي أعماقك وفي فكرك وتبتدي أنت تفكر وتبتدي تبكي بمرارة مرارة كمن يبكي على وحيد الله مرارة جات من إنك أنت انزهلت هو كل ده ربي من أجلي وهو كل ده ربي من سببي يبتدي الإنسان يتبكت بالخطية ويبتدي الإنسان بدل ما كان زهنه مشغول بالخطية بقى زهنه مشغول بالذي مات من أجله وبدل ما كان عايش في العالم انسكبت فيه روح النعم والتضرعات توبني يا رب فأتوب ويستمر عمل الروح القدس فينا في جوانب كتيرة في حياتنا أنا النهاردة كلمتكم على حاجتين اتنين عن عملية التقديس والتجديد وعن عمل الروح القدس في التوبة وانكبأ للمرة الجاية إن شاء الله لربنا المجد الدام إلى الأبد أمين